بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش السوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت السرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رآ نارا فقال لأهلهم خسوئني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلعن عليك إنك بالواد المقدس قوا وأنا احضرتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يخذنك عنها من لا يؤمن بها واستبع هواه فترزا وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عطايا أتوكأ عليها وأهش بها على ونمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تقف سنعيدها سيرتها الأولى واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه قرى قال رب اشرح لي صدري ويذكر لي أمري وحلو العقدة من لساني يفقه طولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به من أزري وأشركه في أمري كي نتفحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بخيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن يقذ فيه في التابوت فقذ فيه في اليم فليلقه اليم بالساحل فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكتله فرجعناك إلى أمك كي تقر عيها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبست سمين في أهل مدينة ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طا فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نطاف أن يفرق علينا أو أن يطوى قال لا تقافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدا قال فما بال القرون بالأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وتلك لكم فيها سبلا وأنذل من السماء وأنذل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نباد شتى قلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولنها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم دارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجدتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فجعل بيننا وبينك موعدا فجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوا قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس بحا فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيفتتكم بعذاب وقد قراب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأثروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما يريدان أن يخرجاكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلا فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلا قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجث في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يسلح الساحر حيث أتا فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم لهم قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم استحر فلأخطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النقل ولتعلمن أينا أشدت عذابا وأبقى قالوا لن نغفرك على ما جاءنا من البينات والذي حضرنا فاقض ما أنت قاضي إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكبهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم إنما لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسرب عبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا ومن لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدا يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم الملؤن والسفلوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوا وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدا وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئ على أثري وعجلت إليك ربي بترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من دينة القوم ولكننا حملنا أوزارا من دينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له مكوار فقالوا فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما كتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضدوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأتي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما قبضك يا تامري قال بطرت بما لم يبطروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها فنبذتها وكذلك سولتني نفتي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لامسات وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ولت عليه عاكفا لنحذقنه ثم لننففنه في اليمنتا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا غالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفق في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الإبال فقل ينففها ربه نسا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمثا يومئذ يتبعون الداعي لا عوجلا وغشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همثا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا عظما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وطرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ورب ذبني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة إسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملء لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما ثوآتهما وطفقا يخففان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوا ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدا قال اهفطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتي منكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحفره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد قمت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنتى وكذلك نجذي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مشاكلهم إن في ذلك لآيات لأولنها ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وتفبح بحمد ربك قبل خلوع الشمس وقبل غروبها ومن آلاء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا زهرة الحياة الدنيا لنفسنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتيهم بجنة ما في الصحف الأولى ولو أننا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر